بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير أهلا بحضرتكم وحلقة جديدة بوضوح وهذا اللقاء المعتاد مع فضيلة العالم الجليل الشيخ محمود المصري أهلا وسهلا بفضلتك تحب نحن نتكلم عن إيه أنا جايلي موضوعات كثيرة جدا نتكلم فيها لكن هل لك موضوع معين في ذلك تحب نتكلم فيها والله أنا كان نفسي لما كلمنا للحلقة اللي فات عن التوبة كان نفسي نحطر الناس أمثلة جميلة قوي من بعض الناس كانوا بيسألوا سؤال حلو قوي عجبني بيقولوا إحنا بكلمنا عن التوبة والتوبة جميلة قوي وشوقتنا الأول طبعا السلام من المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم بيقولوا بيقولوا كلمتنا عن التوبة والتوبة وكلام عن التوبة جميل قوي بس إحنا نفسنا وهمتنا علية قوي قوي لدرجة إن إحنا نفسنا بقى لما راحك فينا يتوب عايزين نتوب زي ما الصحابة كانوا بيتوب في قبل نتكلم عن توبة الصحابة قوي قوي خلينا بس قبل نتكلم عن توبة صحابة نتكلم عن شروط التوبة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حاجة ولها أسس وشروط موينة عشان نقدر نحققها زي ما ربنا عايزها سبحانه وتعالى زي مثلا الصلاة لازم الصلاة يكون لها شروط وأركان وسنان وإلى غير ذلك فالتوبة برضو لها شروط الشروط المشهور عندي كتير من أهل العالمين هم تلاتة لكن الحقيقة هم مش تلاتة هم خمسة إزاي قال لك أي عمل في الدنيا لازم تخلي أول شرط من شروطه إخلاص النية يبقى أول حاجة من شروط التوبة إن أنا باتوب ليه واحد بيقول أنا هتوب من السرقة هتوب من السرقة ليه والله سنتمسكت بصراحة وانضربت ضرب جامد يعني فأنا مش ممكن إن أنا إيه أتضرب تاني فأنا هتوب عشان ما أتضربش تاني يبقى ده يبقى ده مش لله لأ ده أنا باتوب عشان أنا عرفت إن ده حرام فلازم أتوب عن الحرام يبقى إخلاص النية لله سبحانه وتعالى يبقى أول شرط من شروط التوبة الإخلاص شرط التاني الإقلاع عن الذنب ابعد ابعد عن الذنب تماما وابعد عن أسباب الذنب بمعنى إيه بمعنى أنا عارف مثلا إن أنا لما بمشي مع فلان لازم بقع في معصي أبعد عن فلان ومش أبعد عنه إن أنا أسيبه لعمر كله لا أبعد عنه لحد دمان أثبت واجمد وابقى ماشى الله راسخ كده في الإيمان وأدعوه إلى الله سبحانه وتعالى بكل لين ورحمة واخب بالك أخب بإيده ما نسويش أبدا لأنه برضو في النهاية صحبي ومن مصحة إنه يتوب إلى الله عشان ربنا يجمعنا في الجنة يبقى أول حاجة الإخلاص ثاني حاجة الإقلاع عن الذنب وبعدين الندم لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم الندم وتوبة مجرد الندم توبة والندم ده عمل قلبي فمجرد إن أنا أندم من جواه اللي أنا عملته ده ياريتني ما عملته كده ده في حد ذاته توبة يبقى الندم على مفاد رقم أربعة العزم والعزم ده حاجة كده إيه أنا خلاص عزمت إن أنا لا يمكن أرجع للزنب طب ما أنا ممكن أرجع للزنب مدام ما عندش إصرار ما فيش مشكلة إيه الدليل على الحتة دي حديث عجيب جدا أن النبي سأعى صلى الله عليه وسلم قال أذنب عبد ذنبا فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفر لي فقال جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب بيغفر الذنب ويعاقب بالذنب قد غفرت العبدي قرر العبد هذا العمل مرة واثنين وثلاثة واربعة إلى أن قال جل وعلا في الرابعة فليعمل عبد ما شاء قال العلماء فليعمل عبد ما شاء دي لها معنين معناها أنه مدام كلما يذنب غصبا عنه يتوب فليعمل عبد ما شاء والمعنى الثاني أنها للترهيب زي ما بقول لابني ولله المثل الأعلى أنت مش عايز تذاكر برحتك كما تشاء ما تذاكرش أخب بالك هل أنا هنا بقول له ما تذاكرش إن أنا فرحان إنه ما بذاكرش لا ده أنا عايز أقول له أنت لو ما ذكرتش هتفشل فبرحتك بقى ما تذاكرش مش فرق معي أخب بالك ده ترهيب وليس ترغيب طيب يبقى إذن إيه يبقى إذن فإيه فالمولى عز جل بقول له فليعمل عبد ما شاء أي كلما أذنب ماداما أنه يتوب فليعمل عبد ما شاء طيب يبقى إذن الشرط الرابع العزم على عدم التوبة مرة على عدم العودة مرة أخرى إلى الزم آخر شرط من شروط التوبة إذا كان الزمب ده متعلق بحقوق الآدميين الزمب ده ربنا ما بيغفروش كل زمب بينك وبين ربنا لمجرد أنك ترفع إديك طول له يا رب يقوله جل وعلا لبيك عبدي قد غفرت لك لأن ربنا قال كده في الكرآن والله يريد أن يتوب عليكم وقلنا في الحلقة اللي فاتت لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من الرجل اللي كان في الصحر وفقد الدابة ولما لقاها مسك بالخطام والفرحة الشديدة قالوا اللهم أنت عبدي وأنا ربك قال النبي أخطأ العبد من شدة الفرح العبد اللي فرحان ده ربنا بيفرح بتوبة العبد أكتر من فرحة العبد ده لما لقى الدابة إذا أي زمب بينك وبين ربنا تقول يا رب يتوبت إليك ربنا بيتوب عليك إلا لو كان الزمب في حق آدمية لازم تتحلل من الزمب ومن المعصية دي في حق الآدمية وتردله حقه عشان ربنا يتوب عليك الله طيب إذا كنا نتحدث بقى عن موضوع حلقاتنا عن توبة الصحابة رضي الله كيف أتوب كما توب الصحابة الله شوف دكتور عمر أنت أي إنسان في الدنيا ممكن يتوب توب عليك ممكن بس مجرد يقول أستغفر الله ويرجعنا ربنا لكن لو عايز تتوب توبة مثالية بقى جميلة قوي قوي توبة الصحابة بتفرق عن توبة الأجيال اللي بعدهم خمس حاجات رقم واحد تعظيم الزمب يعني إيه تعظيم الزمب يعني عارف يا دكتور عمر أنا مثلا لو بتعامل مع واحد ما بحبوش فلو عملت فيه حاجة غلط أو قلت له كلمة غلط ما بقنبش نفس كتير لكن لو قلت لك كلمة غلط وأنا بحبك مش هنامل ليه كله أو لو انت قلت لي كلمة غلط وانت بتحبني مش هتنامل ليه كله فكل لما يكون اللي أنا قلت له الحاجة الوشة دي عزيز علي بيبقى صعبة على قلبي صح كده تخيل بقى ولله المسألة الأعلى ليس كم فيه شيء تخيل لما يكون أنا بأذنب في حق ربي سبحانه وتعالى الإنسان ما ينامش عشان كده أنا بقالك قبل ما تنام قول دعاء سيد الاستغفار لو قلت ومت تخش الجنة يا سلام فأول حاجة من سمات توبة الصحابة تعظيم الزمد نوضح تعظيم الزمد في كم مثال كده بس نصلى الحاجة عليه الصلاة صلى الله عليه الصلاة سيدنا عبدالله المسعود بيقول المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت أصل جبل يوشك الجبل وأن يقع فوق رأسه واضح المعنى أن المؤمن لما بيعمل زمد كأنه قعد تحت جبل والجبل دميل عليه كده وهيقع فوق دماغه حاسس أن حياته كلها انتهت بالذنب ده والمنافق يرى ذنوبه كأنه ذباب أطاح به هكذا وهكذا المنافق ممكن يبقى مرتكب كبائر وتقوله وتقوله توب إلى الله إليك أتوب إلى الله من إيه وإحنا بنعمل حاجة وحشة أخي بلا فلا يشعر بالذنب أما المؤمن أقل ذنب لو كان قد كده يشعر أنه خلاص ضع طيب سيدنا أناس بن مالك بيقول بيقول لبعض أبناء الصحابة وبيقول لأبناء التابعين والتابعين لأن سيدنا أناس من المعمرين إيه السبب في تعمير سيدنا أناس حديث روى مسلم إن سيدنا أناس كان عنده عشر سنين وأمه اللي هي أم مسلم خديته عند النبي صلى الله عليه وسلم أول مجيء لمدينة قايت له يا رسول الله هذا أونيس بن ابني خذه يكون خادما لك فقال قد قبلت قايت له يا رسول الله ادعو لأونيس ادعو لأنس بن مالك فقال اللهم أطل عمره وكثر ماله وولده فطال عمره عاش بعد النبي أكتر من تسعين سنة شوف ها ديه وفوق ده كله كمان ربنا كتر أولاده لحد دما بيقول دفنت لصلبي من ولدي وولد ولدي حتى مقدم الحجاج أكتر من مئة ولد ده اللي الدفن وغير اللي عايشين أكتر من مئة ولد بيقوله أما مالي فلا أستطيع أن أحصي مالي كل ذا بدعم من النبي صلى الله عليه وسلم فأناس بن مالك يقول لي بيقول لي بعض أبناء الصحابة والتابعين بيقولهم يا دكتور عمر بيقولهم إنكم لتعملون أعمالا هي أضق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعضوها على عهد رسول الله من الموبقات أي من المهلكات فالعلماء لما يكلموا في حتى دي قالوا إزاي يعني أعمال في أعين التابعين وما زالوا في كورون الخيرية الأولى الثلاثة اللي هو النبي قال عنهم كما في الصحيحين خيروا الناس قرني ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم الزنب في عينهم قد الشعر وعند النبي أو في عهد النبي كان من الموبقات فالعلماء قالوا إيه قالوا من الصحابة كانوا بيستحضروا عند وقوع أي زنب ولو كان صغير كانوا يستحضروا يوم الأيامة ووقوف الميزان الميزان تساوت في كفة الحسنات مع كفة السيئات لو نزلت سيئة في كفة السيئات ترجح يخش النار ولو نزلت حسن واحدة في كفة الحسنات ترجح يخش يخش الجنة فلما كان يزنب زنبه ولو صغير قد كده يقول لك كنا نعتبر من الموبقات أي من المهلكات لأن الزنب ده يتقل الميزان فيدخل النار فبيستحضر دايما أن الكفة متساوية شوف قد يستحضرهم لعظمة ربنا سبحانه وتعالى يقول واحد اسمه بلالي بن سعد ومن أجمل الكلمات اللي وقفت عليها بيقولي يا دكتور عمر لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت شوف الجملة بيقول بعض ناس تقول له تقول له غض بصرك عن النساء يقول لك يا عمر ربنا يكلمك ده الله الجميل ونيحب الجمال ودي نظرة يعني وبعدين الأولى لك والأخرة ليست لك والأولى دي ممكن يجبها من نوسيس للشارع التحرير وخبه لك يعني يقول لك الأولى ويستعطر فقال لك هبالك لا تنظر إلى صغر المعصية ما تبصش حتى أنها صغيرة لكن بص الصغيرة دي بتعصى بيمين الله فاطر السموات والأرض اللي قال عن نفسه وما قدر الله حق قدري والأرض جميعا قدضته يوم القيامة والسموات مطوياتهم بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون وخلاصة القول قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب حاجات الصغيرة دي فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بأرض واد فأرادوا أن ينضجوا طعامهم فجاء هذا بعود وهذا بعود فأشعلوا فيه نارا فأنضجوا الطعام فديه وإن مثل محقرات الذنوب متى اجتمعنا على العبد يهلكنا تبقى صغيرة مع صغيرة مع صغيرة كالبران على كروبهم ما كانوا يكسبون القلب يتليز بالمعاصي يحال ما بينه ما بين الكرآن يحال ما بينه ما بين أي طاعة تقربوا من ربنا سبحانه وتعالى نبدي أول حاجة من سمات التوب عند الصحابة تعظيم الزنب الحاجة الثانية عدم تبرير الزنب ممكن تلاقي واحدة مش محجبة تقول لها مش محجبة لقى اخت ربنا بار فيك وربنا احفظ وحنا دايما بنقول دايما من الكلمة دي وبنكررها يا مبنات مش محجبات وولاد ناس وحترامات ومؤدبين وعلى خلق وبيصلوا وبيعبود ربنا لكن ينقصهم فقط الحجاب يعني مش كل واحدة مش لابسة حجاب إنسانة يعني عيازا بالله مش كويسة لا ممكن تكون إنسانة محترمة جدا لا ينقصها إلا الحجاب طيب فالتبرير الزنب ده مصيبة لوحدها تقول لها حضراتك مش نوية تلبسة حجاب والله إن شاء الله يعني يعني أنا مش لابسة حجاب بصراحة عشان مستنية كده ربنا يكرمنا إن شاء الله وابن الحلال يجي يغطيني إن شاء الله طيب يعني عايزة تجوز يعني طيب ابن الحلال ممكن ما يجيش دلوقتي انتعارف حضراتك إن رجالة شحين في السوق دلوقتي وما فيش جواز والحالة صعبة شوية حضراتك هتستني كده كتير يعني فالتبرير الزنب أنا مش محجبة عشان في محجبات يعني بصراحة مش عجبني أنا يعني أنا ببص لنساء علشان كذا أنا ما بصليش علشان أنا لما اقتنع بالصلاة أنا التبرير التبرير ده قد يكون زنب جنب الزنب الإنسان بيعمله فالصحابة ما كانش يبرره أديك مثالين بسيط صلى الله عليه السلام صلى الله عليه السلام في الحديث اللي رأى مسلم في أثناء هدنة الحديبية أبو سوفيان كان ساعتها كان لسه مشرك فمر على صهيب وبلال وسلمان فلما مر عليهم وثلاثة من الموالي وفقراء فقالوا والله ما أخذت صيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها ياريتنا كنا أتناها فعد أبو بكر فاسمعهم قالوا الكلمة دي قالوا هم تتعملنا وشكيلها مع أبو سوفيان ده احنا في زمن هدنة ممكن لو سمعها تقوم الحرب تاني أتقولون هذا لشيخ كريش وسيدهم ثم ذهب إلى النبي وحكالوا اللي حصل فالنبي غضب قالوا يا أبا بكر لعلك أن تكون قد أغضبتهم فوالله لأن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل فأبو بكر ترعب ما قالوش يا رسول الله والله العظيم أنا غزب من عنه قلت له كده عشان ما قلبوش أبو سوفيان علينا وتحصل حرب وكان ليه حق يقول كده لكن ما بررش راح قالهم هل أغضبتكم يا أخواتا قالوا لا يغفر الله لك يا أخي أدي أول حاجة حاجة تانية حديث روى مسلم كان فيه واحد اسمه أبو مسعود البدري أبو مسعود ده في يوم الآيام كان عنده غلام الغلام دوت هو بعته يجيب حاجة الغلام راح ضيع الفلوس فحب يعقبه وحقه طبعا يعقبه مش عشر حاجة عشان بس ما ياخدش الفلوس مرة تانية ويضيعها فلما جي الغلام فمسك عصاية ولسه هيضربه فسيم حد وراء بيقوله اعلم أبا مسعود فسكت هو شخي بني ويلو بتكلم فلسه هيضرب فلقى الصوت أعلى شوية قال له اعلم أبا مسعود فاتدور لأ النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الله كم ممكن يقول له يا دكتور عمر وحقه ضيع الفلوس يا رسول فانا بعقبه عشان ما يضعه شي تاني وحقه معزور قال له اشهدك أنه حر لوجه الله قال له أما إنك لو لم تفعل هذا للافحتك نار جهنم يا سلام فيش عندهم تبرير أنا بعمل زنب خلاص ما فيش تبرير أبدا سيدنا أسامة بن زيد حديث روال بخاري ومسلم النبي أمره على سرية وراح يقاتل وفجأة واحد من المشركين عمال يقتل في المسلمين فأسامة بن زيد واحد من الأنصار الأنصار دخل بالرمح وأسامة بن زيد دخل بالسيف فالراجل المشرك أول ما شاف السيف والرمح فقه ديما قال أشهد وقال لا إله إن الله وقال محمد رسول الله فالأنصاري رجع لورا وأسامة رحمة كمل عليه أتله فلما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله فسكت أسامة كان ممكن يبرر يقول له يا رسول الله ده ما ألهاش من قلبه والله وهو فعلا الظاهر كده ما ألهاش من قلبه ده أله خوفا من السيف إنما سكت قال له سمحني يا رسول الله قال له فماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاء بها يوم القيامة هل شققت عن صدري شقيت عن صدري إذا كان ألها متعوزا ولا مش متعوزا شوف قد ما كانش عندهم تبرير الزم يبقى أول حاجة تعظيم الزم تاني حاجة عدم التبرير ما بررش أزنابت أنا مزل أنا معترف يا رب ما هو فضعاء سيد الاستغفار أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي أنا باعترف لك بذنبي يا رب إن أنا لو ما عطرفتش بذنبي مش هتوب الحاجة الثالثة قال لك لا يأس ولا قنوط ما بيأس من رحمة ربنا ولا بخنط من رحمة ربنا لإن اليأس وقنوط من رحمة ربنا دي كبيرة لإن أنا أي أس من رحمة ربنا إذا كان ربنا هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى اللي رحمته واسعت كل شيء سبحانه وتعالى على سبيل المثال أكرمة ابن أبي جهل ده ابن مين ده ابن أبي جهل اللي حارب النبي شوف سنين طويلة وأكرمة حارب النبي واحد وعشرين سنة ولم يسلم إلا في عام الفتح فلم وقف قدامه قال له يا رسول الله أليس يغفر الله لي ما قد مضى قال له يا أكرمة قال نفس الكلام لأكرمة وقاله العمر بن العص وقاله الحكيم بن الحزام قال له أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله يعني يمحي ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبله وأن الحجة تجب ما قبله فقال له أشهدك يا رسول الله أني ما أنفقت نفقة في عدواتك إلا أنفقت أضعافها في مصرتك وما وقفت موقفا في عدواتك إلا وقفت أضعافها في مصرتك شفت ديه إنه ما عندهش يأس ولا قنوط أبو هريرة أسلم قبل موت النبي بأربع سنين فقط ومع ذلك لازم النبي صلى الله عليه وسلم وروأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وملأ الدنيا كلها بأطرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأول حاجة تعظيم الزنب الثاني حاجة عدم تبرير الزنب الثالث حاجة لا يأس ولا قنوط طيب رابع حاجة نسلها فاصل ونأخذ رابع حاجة فاصل ونعود مع فضيلة العالم الجليل الشيخ الدكتور محمود المقرس أهلا لمحاضراتكم من جديد بوضوح ومأذننا في الحوار الجميل عن التوبة مع فضيلة العالم الجليل الشيخ محمود المصري احنا كنا قبل فاصل قلنا ثلاث حاجات ثلاث حاجات اللي هم انذكر برضو مشاهدين حبيبنا ربنا يبارف فيكم ويرزقنا وإياكم توبة مثل توبة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يا رب رزقنا التوبة يا رب ورضى عننا يا رب العالمين إن أول حاجة قلنا فعظيم الزنب إن جماعا الإنسان لم يزنوا بزنب كده مش هي أسمن رحمة ربنا إلا ما يحس إنه هو ارتكب زنب في حق الله سبحانه وتعالى فده يخليه سارع إلى التوبة الحاجة الثانية ما يبررش ما يقولش أنا عملت كذا علشان كذا أو علشان أنا مش مقتنع ما يقولش الكلام ده إن في النهاية أنا عبدي لله سبحانه وتعالى الحاجة الثالثة لا يأس ولا قنوط واحد يقول لي بس أنا عصية ربنا بقالي خمسين سنة أو ستين سنة أو سبين سنة والله العظيم لو كنت على معصية بقالك مئة سنة ولسه لم تغرغر الروح ولم تطلع الشمس من المغرب توب إلى الله والله يتوب عليك ومش كده بس ويبدل سيئاتك إلى حسنات خلينا على يقيم بالكلام ده تماما لأن ربنا سبحانه وتعالى قال كده ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما هو ربنا يستفيد إيه من عذابنا هو ربنا سبحانه وتعالى حاشا لله وربنا بيصف حسابات مع عباده حاشا لله إنما الله سبحانه وتعالى بيقول والله يريد أن يتوب عليكم مش عايزين ننسى بالله عليكم الآدي والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يبتالت حاجة لا يأس وراقgos طبعا بحاجة التوبة من قريب بعض الناس لما يزنب يوم الجمعة يقول أتوب جمعة جاية ولما يزنب في رمضان يقول أتوب رمضان اللي جاي أو يزنب في أي شهر يقول إن شاء الله يا هذا شهر رمضان الحمد لله بعد شهرين ثلاثة مثلا وأتوب بقى فيها لا التوبة واجبة في التوبة اللحظة طب ليه طب أتوب بكرة طب أتوب يوم جمعة جاية أتوب دلوقتي أتوب دلوقتي حالا أزنبت أتوب طب ليه لأنه ممكن أموت فلو موت على معصية قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه وأكيد في حياتنا دكتور عمر شفنا أمثلة كتير جدا لناس عاشت حياة معينة فجأة فلان مات على معصية فلان مات وبشة بخمر فلان مات وهو بيفعل الفحشة فلان مات وهو مثلا بكذا وأكيد شفنا صور كتير بالمنظر ده فالإنسان لازم يلحق نفسه يتوب التوبة من قريب قال جل وعلا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوبوا الله عليهم وكان الله عليما حكيم الله عليم حكيم عشان كده قالك توب بسرعة عشان أتوب عليك وعشان أرحمك وعشان أغفر لك وعشان أدخلك جنتي فإلحق وتوب قبل ما تموت لإني يا ما شفنا ناس والله يا دكتور عمر وأكسم لك بالله كان فيه شاب عايش حياته كلها على الخمر وما بيصليش وما بيعودش ربنا وبيسبوا والدته وبيضربوا والدته وكان عامل مشاكل قبلوه بعض الشباب الطيب الجمال وحب أنا الدعوة الجميلة الحلوة كده اللي واحد ياخد الناس كده باللين وبالرحمة فقبلوا بعض الشباب خدوا في حضنهم كده وططبوا عليه وعطروه وباسوا دماغه وكده وعمل إيه وازيك وربنا يبر فيك وأخبرت حالك إيه مع ربنا فحس كده إن حد بيحترم وبيحبه فقال لهم والله أنا ما بصليش وكذا وكذا وبشرب خمره قال لهم طب ما تيجي نخش جنت ربنا جنت الدنيا قال لهم فين قال لهم في المسجد تعال نصلي مع بعض المغرب كده ويسمعك المتين وبعد نروح قال لهم طبا راح أغير لبسي قال له هتيجي قال لهم والله العظم هاكي أنا اللي محتاج لكم راح البيت كان كل مرة بيخش يخبط الباب برجلية ويخش يستم ويسب فخبط على الباب كده برقة فأمه فتحت الباب فالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيت له الشر برة بعيدة حبيبين تعيان قال لها الحمد لله أنا كنت تعيان وخفيت تبطي إلى الله يا أمي دخل بس إيديها وبس رصها سمحيني يا أمي قوعوا بكوني زعلانة مني الأم بكت وتأثرت إيتم سمحاك يا ابن والعمر قلبي يأس عليك دخل واغتسل وغير لبسه وراح يصلي في المسجد بيقسم بالله الشيخ بيقسم بالله إن الشاب ده مع أول سجدة فاضت روحوه إلى بارئة مات شوف لحقوق قبل ما يموت على المعاصي ديت بلحظات بدقائق سبحان الملك واحد في أمريكا كان مجموعة من شباب جماعة التبليغ الناس البسطاء الجمال المهزبين دولة كانوا طالقين رحلة أمريكا لتدعو إلى الله سبحانه وتعالى رحلة أمريكا طبعا حيك عارف عمنا إزاي يعني 12-13 ساعة بالطيارة مرهقة جدا بتوصلت لأي نفسك داخل لمدة يومين فأول ما وصلوا قالوا نرتاح ونبدأ دعوهم من بكرة فواحد منهم قال لهم إيه خيروا البر عجل لعلوا عسى يمكن ربنا يجعلنا سبب في إنقاذ واحد من نار خارجين والله يا دكتور عمنا في نفس اللحظة كان فيه شاب أمريكي صغير في السن حاصل على ماجستير فيه نوع من العلم يعني نادر جدا وكانوا بيكرموا والتلفزيون بيصور وبيزلموا شهادة التقدير وجايزة مالية ومش عارف إيه وفجأة حاس بحالة اكتئابة عجيبة رمى الشيك بتاع الفيلورس ورمى شهادة التقدير وخالع التوب بتاع التكريم ده وخرجوا سابهم إيه اللي بيحصل حدش عارف مشي ووصل على حاك الكباري في نيويورك كباري عالي قوي والمية تحت غويتة جدا وفدل يمشي على الكبرى رايح جاي لحد ما يجمع اللحظة اللي هينتحر فيها وهي المنفسه فجأة الشباب دول طالعين فلقوه فرح واحد من قديره وكان واحد منهم معاه لغة كويس جدا فرح من قديره فرح نازل فاخده في حضنه طبطب عليه وبس دماغه وبدأ ابتسم في وشه ويتكلم معاه فإن شارح صدره خده معاه لمركز الإسلامي ربع ساعة كان بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله وقعد يبكي قالوا بتبكي ليه انت كنت بتعمل على الكبرى بتلعب رياضة قالوا لهم لا أنا كنت منتحر وانتوا أنقصتون من أن نموت كافر ودلوقتي أنا مسلم فأنا ببكي لإني ما حستش بالراحة إلا لما نطقت الشهادتين أنا كنت حاسس بحالة اكتئاب قالوا ليه أنت كنت فاشل قال لهم أنا من أنجح الشباب في أمريكا أنا حصل على الماجستير في تخصص نادر جدا في العلم وكنت أكرم وتلفزيون بيصار وسبتهم ومشيت لإني كأني كنت أساق لإني أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله يبقى التوبة من قريب ابن عباس بيقول لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار إن ما فيش صغيرة مع إصرار أنا مصر على صغائر ممكن الصغيرة تتحول إلى كبيرة لو أنا مصر وبستهين بجناب الله سبحانه وتعالى والكبيرة مهما كانت كبيرة ما دومت أنا بستغفر وبتوب إلى الله سبحانه وتعالى ربنا هيغفر لي ودي بيمسرها يا دكتور عمري بمثال جميل أوي اللي هو إيه عارف حضرتك لو جيت جبت حنفية وفتحتها بحيث إنها تنقط نقط فقط على صخرة بعد سنة هتلاقي النقط دي عملت حفرة في الصخرة طب لو جمعت كمية المية اللي نزلت من حلفية طول السنة في كم برميل في عشرين برميل مية ودلقتهم مرة واحدة على الصخرة تأثر بتأثرش إنما النقطة تأثرت ليه لإن صغائر الزنوب لما بتنزل على القلب واحدة واحدة بتنكت في القلب نكتة سوداء حتى يغلى في القلب عياذا بالله يبقى إذن رقم أربعة التوبة من قريب إننا ألحق وتوب إلى الله سبحانه وتعالى لوحدة قعد قدامنا مصر على زنب لسه واقع في معصية لسه بعيد عن ربنا في حاجة لسه مقصر في الصلاة مقصرة في الحجاب بيعقوا أمه وأبوه بيأكل حرام بيعمل أي حاجة غلط يلحق ويتوب في ساعتها وينو التوبة من دلوقتي وفي أي لحظة لو مات فيها يلقى الله سبحانه وتعالى للتوبة خمس حاجة اتباع السيئة بالحسن إحنا قلنا خمس حاجات من إيه انسمات التوبة عند الصحابة أول حاجة تعظيم الزنب تاني حاجة عدم تبرير الزنب رقم ثلاثة لا يأس ولا قنوط رقم أربعة التوبة من قريب رقم خمسة اتباع السيئة بالحسنة إن أنا عملت سيئة على طول وراها حسنة عملت سيئة تانية وراها حسنة ليه؟ إن الحسنات يلهبنا السيئات كما قال نيروس عليه السلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تتمحوها وخالق الناس بخلق حسن سيدنا عمر بن الخطاب في صلح الحديبية لما النبي وافق إن من جاء مشركا يردوه للمشركين أما من جاء أما من ذهب من المسلمين إلى المشركين فمن حق المشركين أن يقبلوه فحاس أنه فيه يعني تنازل كده عن حقوق المسلمين إزاي يا رسول الله فعمر الخطاب يقول للنبي لما نعطي الدنية في ديننا ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ألست نبي الله حقا ألسنا ألسنا قال بل إني رسول الله ولست أعصي وهو ناصري سبحانه وتعالى فعمر الخطاب رح قال نفسي كلامنا أبو بكر وابو بكر رد عليه نفس الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر فما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعطق رجاء أن يغفر الله لي مجادلتي لرسول الله اللي هو إتباع السيئة بالحسنة دي كانت الخمس سمات الجمال بتوع توبة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فالعايز يتوب توبة زي ما الصحابة توبة بالضبط يعمل خمس حاجات دولة هيلقي نفسه في أجمل توبة في الدنيا كلها بفضل طيب يعني إذا حبيتنا أنتقل مع حضرتك بقى إلى قصص التائبين يعني حتى يعني نسترشد بها بقى كمنهاج عشان نقدر نشوف العبر والمواعز فيها اللهم صلي وسلم مبارك عليك يا رسول الله عليك شوف يا دكتور عمر دائما قصص التائبين بتخلي القلب رقيق أنا يمكن من أجمل الكتب الاستمتعتي بها كتاب عمله حوالي سبعمل صفحة اسمه قصص التائبين أنا وانا بكتبه كنت أكتر كتاب بكتفي لأنه كنت بقرأ قصص لبعض التائبين والله العظيم قصص فعلا تؤثر في النفس أذكر الحكي مثال بسيط بس بعد ما تصلى الحاجة عليك صلى الله عليه وسلم خم في واحد اسمه أبو لبابا أبو لبابا صحابي الجليل لما يهود بني الكريزة خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق وحب أنهم يفتحوا الأبواب الخلفية للمشيكين عشان يخش يقتلوا الصحابة والمسلمين فالمهم فبعدما ربنا سبحانه وتعالى نصر النبي على السلام في غزوة الأحزاب وأجل المشيكين عن المدينة أراد النبي على السلام أن يصف حساباته مع يهود بني كريزة أبو لبابا دوت قبل الإسلام كان من أصدقاء بني كريزة كان واحد من مقربين جدا فالنبي بعته راح النبي خد الجيش الأول وحصرهم خمسة وعشرين ليلة كن فينا بإيه فبعت أبو لبابا قال له راح أقول لهم أننا ينزلوا على حكم يعني فسألوا قالوا له يا أبا لبابا أننزلوا على حكم محمد فقال أجل شفت العلامة دي أجل يعني إنه الزبح ده هو هيتباحكم وبعد الفجأة أستغفر الله إن لله إن الله يراجعون واللهم ما فعلت ذلك إلا خيانة لله ورسولي حس في اللحظة دي أنه خان ربنا وخان رسوله صلى الله سلام عبال ما رجع للنبي كان جبريل عليه السلام قال للنبي اللي حصل منه شفت دي فرحمل إيه رابط نفسه بنفسه في سارية في مسجد النبي عمود وفضل وقف كده قال لا أبرح هذا المكان حتى يتوب الله عز وجل عليه بعد ست أيام نزل التوبة ربنا على هذا الرجل إنه كان من أهل بدر نزل التوبة ربنا على هذا الرجل فلما نزل التوبة ربنا على هذا الرجل جوم الصحابة يفكوا قالوا لهم لا والله لا يحلني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء النبي وحل أبي لبابة من هذه الإسطوانة لما تروح مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا تقرأ كده عند الروضة دكتور عمر إسطوانة إسطوانة أبي لبابة ليه؟ عشان تذكرك دي جنب إسطوانة سيدة عايشة بالضبط كده عشان تذكرك بالتوبة التي تابها أبو لبابة فتكون حيادية لك على أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى المثال الثاني جميل قوي طيب نطلع فاصل ونأخذ الأمثلة طيب حب فاصل ونعود أهلا بحضراتكم من جديد في الوضوح ومعزلنا مع التوبة ومعزلنا أيضا مع التجارب والخبرات والقصص الجميلة عن التائبين اللهم صلى الله عليه وسلم ومبارك عليك رسول الله كان في واحد من الصحابة اسمه أبو محجن الثقافي أبو محجن الثقافي كان مبتلى بشرب الخمر حتى بعد تحريم الخمر وكثيرا ما كان يجاء به ويجلد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين فدل برضو يجلد على عهد أبي بكر وفدل يجلد على عهد عمر بالخطاب وبعدين في معرقة القادسية كانوا واخدينه مع سعد بن أبي وقاص اللي هو كان قائد معركة القادسين وهو هناك في أرض المعركة زبطه بالشرب خمر فأخذه سعد بن أبي وقاص وطبعا لا ينفع ولا يصح إقامة الحدود في المعارك لأنه ممكن لو أقمت الحد على واحد في أثناء المعركة ممكن ينضم إلى العدو ويسيب المسلمين فاكتفى سعد بن أبي وقاص بأنه حبسه في المكان بتاعه العريش بتاعه اللي كان واخده في مكان القيادة يعني وكده فحبسه وربطه في عمود كده وخلى بقى على الحراسة بتاعته زوجة سعد بن أبي وقاص اللي هي سلمة وربطين أبو محجن الثقف دخل الجنود في معرقة القادسية وبدأ الكفار يقتلوا في المسلمين وبدأت النصرة في بداية الأمر للكفار أبو محجن الثقف سامع أصوات المسلمين هما بيتقتلوا فقعد ينشر أبيات شعر يقول كفى حزنا أن ترتدى الخيل بالقنى وأترك مجدودا علي وثاقيا إذا كنت عناني الحديد عناني الحديد أنا أتعب الحديد وغلقت مصارع دوني قد تسم المناديا وقد كنت ذا مال كثير وإخوة فقد تركوني واحدا لا أخالي فلله عهد لا أخيس بعهده لإن فرجت ألا أزور الحوالية لله عهد علي لو فكون القيدة لا يمكن أشرب خمر بعض النهاردة ثم نادى على سلمة زوجة سعد المبوقاص قال يا سلمة هل لك إلى خير قالت ما هو قالت أفكي القيد وتعطيني البلقاء اللي هي الفرز بتاعة سعد المبوقاص ولله عهد أن أعود مرة أخرى وأضع رجلي في القيد وأعطيك الفرز مرة أخرى في الأول رفضته في الآخر عهدها فأطلقت صراحه وأعطته الفرز ورح هو تلثم عشان ما حدش يعرفه ودخل على الميمنة فقتل فيهم مقتل عظيمة على الميصرة مقتل عظيمة على القلب مقتل عظيمة حتى قال سعد بن أبو قس وكان ما يقتلش كان وقف على تبع علي كده بيتابع القتال قال والله ما أظنه إلا ملك أيد الله عز وجل بي المسلمين من هذا الفرز عمال باشاء الله بيقاتل قتال عظيم جدا فبعد أما خلصه رجع أبو محجن وحط رجله في القيد ورد الفرز فلما جاء سعد بن أبو قس ودخل على سلمة قالت كيف قتالكم اليوم يا سعد قال له والله لقد هزمنا شر هزيمة لو لأن الله أرسل إلينا فرسا فارسا والله يعني لو لأن أبا محجن في القيد نظرنته أنه أبو محجن يعني لوله أنه في القيد كنت قلت أبو محجن لأنه أبو محجن كان يقاتل قتل شديد جدا ففعل كذا وفعل كذا حتى انتصرنا بفضل الله قالت هو والله أبو محجن وقد أطلقت قيده حتى يقاتل مع المسلمين فبكى سعد بن أبو قاس وقال يا أبا محجن والله إني لأرجو الله أن لا آتي بك أبدا حتى تجلت في شرب الخمر قال له والله وأنا لا أعود إليها أبدا بعد اليوم يا سعد قد كنت أجلد عليها قبل ذلك أما اليوم فلئن رجعت إليها فلا فلا حل لي أو فلا مناطة لي أو ملاء مخرجة لي إلا نار جهنم قد طبتوا إلى الله ورجعتوا إلى الله مثال ثاني جميل جدا في غاية الروعة أن إمام مالك بن دينار في يوم الأيام داخل عليه لص عشان يسرقوا فلا أبدا يعني بسيط جدا يدعب حصيرة وشملة وصحفة وإبريك وحاجة ما فيش يعني خارس يعني فبص كده وقال له يا مسكين جئت لتسرقنا وما وجدت شيئا والله لا تخرج إلا بكل خير هل لك إلى خير قال له تفضل تخير حضرتك واحد بي يقول الحرامي والله العظيم ما أنت خارج بيقول له والله ما أنت خارج إلا بتاخد خير تتوضى ممكن قال له طب أكيف أتوضى قال له تعالي أعلمك فرح يتعلمه أعلمه يتوضى زيافة توضى قال له ممكن تصلي ورايا قال له حاضر صلى مع ركتين فربنا دواء حلوة الإيمان قال له عايز أصلي ركتين وراك كمان قال له تعالي يلا نصلي فده يصلي مع بعض قيام الليل والحرام يتعمل بيبكي فجوم عند صلاة الفجر جي بقى تلاميذ الإمام من مالك ابن الدنار مستنينوا بره فها إمام يا إمام فخرجوا مع الرجل ده قال له من هذا يا إمام قال جاء ليسرقنا فسرقنا كان يتوبيت هذا الرجل الإمام مالك ابن الدنار نفسه كان ليتوبي عجيب أوضى ترعام مالك ابن الدنار كان شرطيا من شرطة بني العباس وكان ظالم جدا وكان يلقى أي إنسان ممكن يضربه ويقر ويأخذ المعاوة حدا ما في يوم الأيام ربنا أكرمه ويزوجه طيبة صالحة اتجوزها وخلف منها بنت صغيرة بلغت من العمر خمس سنوات فكان يروح للعمل ويرجع مرة تانية ومشتق للبنت دي ويلعبها ويدعبها وكتهي يروح وكتهي حياته كلها فماتت هذه البنت مرة كان عندها خمس سنوات فماتت البنت بين يديه وبيلعبها ففي اليوم دوة شرب خمر وشرب وشرب حتى الثمالة حتى سكر خالص فنام فرأى في تلك الليلة كأن القيامة قد قامت فرأى نفسه في يوم القيامة وبعدين نظر فجأة في أرض المحشر فلقى ثعبان ثاغيرا ثاهو وبيجري وراه فبدأ يجري من الثعبان والثعبان عمال بيجري وراه هو بيجري أمام الثعبان وفجأة لقى الشيخ كده طيب وطيب السمته ووشه جميل ووشه ما شاء الله مريح وأبيض كده ومنور فقال له أزهلك بالله أن تنقذني قال لا أستطيع ولكن اذهب لمن ينقذك اذهب إلى هذا القصر فدي ليجري وصعبان يجراره لحد ما وصل لشفير جهنم ولسه هير من نفسه في النار فسامع مناديا يقول له ارجع لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة رجع مرة تاني النفس الشيخ قال قلت لك اذهب إلى ذلك القصر والله لا أستطيع إنقاذك ولو كنت أستطيع لأنقصتك فذهب إلى ذلك القصر وطرق على الباب فرأى أطفالا مثل فلق القمر على الشرفات ومن ضمن البنات دولة لقى بنت الصغار اللي كان بنت سبع خمس سنوات دي وقفة في الشرفة ثم ألقت نفسها في حضن أبيها وأشارت إلى الثعبان هكذا فانصرف فقال ما هذا يا بنيتي قالت نحن أبناء آباء قد احتسبونا عند الله سبحانه وتعالى ننتظر آباءنا يوم القيامة حتى نشفع لهم حتى نسقيهم ونطعمهم ونطخيرهم الجنة قال ما هذا الثعبان قالت هذا عملك السيء قويته حتى أراد أن يلقيك في نار جهنم قال ومن هذا الشيخ الطيب قالت هذا عملك الطيب أضعفته حتى لم يستطع أن ينقذك ثم ضربت على صدري وقالت أبتاه ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فبكى وقال بل آن بل آن قال فلما رأيت ذلك في منامي استيقظت ودموع على خدي وأنا أقول ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله قال فسمعت صوت نداء الفجر فذهبت لأصلي خلف الإمام فلما قرأ لإمام الفاتحة بدأ بعدها مباشرة في قول المولى عز وجل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله قلت بل آن بل آن ومنذ تلك الليلة عاد مارك بن دينار إلى الله صفحانه وتعالى حتى أصبح إماما كبيرا من أئمة العلم والدعوة والعبادة والخشوع والإخبات والانقياد والعبادة لله سبحانه وتعالى ونشر الدعوة في أخطار الأرض دي قصة مالك بن دينار كان في قصة تانية برضو لوحدة كانت أرادت أن تغوي واحد من أئمة التابعين اسمه الربيع بن خثيم الربيع بن خثيم كان ابن مسعود وتلميذ النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الربيع كان يقول له والله يا ربيع لو رأىك رسول الله لا أحبك وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين في يوم الأيام بعض الناس اللي بيكرهوا أهل الدين شافوا الربيع ده ما شاء الله مكتهد في طاعة ربنا فجاءوا الامرأة بغي تتاجر بعرضها قالوا لها هذا ألف دينار قالت علامة ليه قالوا لها على قبلة واحدة من الربيع بن خثيم قالت لهم وفوق ذلك لكم أن يزم عيزم بالله فذهبت إليه وتعرضت له فقام إليها مندفعا وقال لها كيف بك يا أمط الله لو نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين أم كيف بك يوم يسألك منكر ونكير أم كيف بك يوم تقفين بين يدي العزيز الجليل أم كيف بك إن لم تتوب يوم ترمين بالجحيم فولت المرأة تائبة عابدة حتى لقبت بعد ذلك بعابدة الكوفة فقالا لهؤلاء الفصاق أردنا أن تفسد الربيع بن خثيم فأفسدها الربيع علينا من أعجب القصص اللي وقفت عليها في حياة دفت العمر واحد اسمه زنوني المصري بيقول إن في يوم الأيام كان معي أحد السلف وبعدين شفنا منظر عيوب جدا على نهر الفراط لقينا ضفضاعة راكب على ظهرها عقرب كبير والضفضاعة بتعدي بيها لحد ما وصلت الناحة التانية قال فركبت المركب بتاع قلت له تعالي نشوف الضفضاعة دي بتعمل إيه هي والعقرب بيقول فلما وصلنا الناحة التانية كانت الضفضاعة يا دوب لسه طالع على الشط والعقرب راح إيه طالع من على ظهرها ومعد على الشط فجأة لقين على الناحة التانية شاب غلام شاب كده في رائعان الشباب نايم وفوق صدره حية ودخلت الدغو فجأة العقربة صعدت فوق صدر الشاب ده وقامت لدغة لأفعة فأسقطتها ميتها ثم عادت مرة أخرى وركبت على ظهر الضفضاعة وعادت مرة أخرى اللي عقرب ما بتقومش في المية فركبت فوق الضفضا عشان تعدي مرة تانية فرحمي صح الشاب قال له استايقذ أيها الشاب وانظر ما صنع الله بك فاستايقذ الشاب بفلق الحية ميت على صدره قال له ما هذا قال له سخر الله لك ضفضاعة تحمل عقربا لتأتي فتلدغ أفعة كانت ستميتك ماذا تصنع أيها الفتى قال له والله ما سجدت سجدة لله أما الآن وقد رأيت كل هذا فأنا عائد إلى الله سبحانه وتعالى قال إلى أين يا فتى قال إن كان هذا صنع الله بمن عصاه فكيف صنع الله بمن أطاعه إلى طاعة الله سبحانه وتعالى فكان الحدث ده سبب توبة هذا العبد وارجوعه إلى الله سبحانه وتعالى لو كان فيه وقت فيه آخر قصة كان فيه شاب دكتور عمرو ده من زمننا بقى الشاب دوت كان مضمن مخدرات وكان تعب أمه جدا وكان تعب أهله أم بهديلهم لدرجة إنهم كانوا عندهم بيت ملكهم فقعدوا في غرفة فوق السطح قالوا لي مش عايزين نشوفك بدأت الأم وده كان ابنها الوحيد بدأت الأم تيدي على الإبن إن ربنا سبحانه وتعالى يقبض روحه من كتر ما كرهت ابنها ومن كتر ما سبب لها مشاكل وبدأ الأب يدي عليه في يوم الأيام بعض الشباب الطيبين سمعوا بقصة الشاب ده استأذنوا الأسرة لما يطلعوا يدعوا إلى الله سبحانه وتعالى فتلعوا وكلموا وذكرووا بالله فقالوا من عايزة أكون معاكم فاخدوا معاهم كانوا معتكفين في أحد المساجد قعد معاهم وفي الفترة ديت بفضل الله قدروا يخلوه يترك المخدرات ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى بدأ يحفظ القرآن بدأ يصلي بدأ أثار الإقطاع تبان على وشه بعد ثلاث شهور بالزبط من قاعدتهم على الشباب دولة أراد أنه يرجع لأهله رح خبت على الباب أمه فتحت الباب بعدما خلاص قالت أكيد دمات أو في حادثة عربي أو حصل لأي حاجة الحمد لله إن احنا ارتحنا منه فجأة لقت قدامها ما شاء الله شاب طائع وشه منور بدأ يقبل رأس أمه يقبل إيديها سامحين يا أمه تعبتك كتير وعزبتك كتير من هنا ورايح أنا خدام تحت رجليكي قلت له ربنا يا كلامك يا ابن فرحة فرحة وبدأت تبكي بكاء شديد جدا دخل قاعد معاها قال لها أمي أنا جعان قلت له حالا يا حبيبي أخش هسخلك الأكل عشان تاكل قال لها بل ما تسخن الأكل هصلى ركتين صلى وبعد ما صلى طول في السجود عملت الأكل وحطيته على الصفرة وبدأ التنادي يالله يا حبيبي قوم الأكل جاهز قوم يالله الحمد لله عملت لك الأكل اللي أنت بتحبه قاعد التنادي عليه فما ردش عليها فجأة بتهزه لقيته ميت وهو ساجد فبعد أن كان شاربا ومدمنا للمخدرات مات ساجدا لرب الأرض والسماوات إنما الأعمال بالخواتيم إن الإنسان في لحظة في لحظة ربنا سبحانه وتعالى يكرمه وتتدركه رحمة ربنا سبحانه وتعالى في لحظة واحدة يتوب ويبقى من أهل الجنة فضل الله سبحانه وتعالى يبعث كل عبد على ما مات عليه الله يكرمك يريد تدوى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسن وصفاتك العلى ونسألك بإسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن ترزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عننا يا رب تب علينا لنتوب يا رب تب علينا لنتوب يا رب ارزقنا توبة نصوحا ترضيك عنا أرحم الراحمين يا رب احسن ختامنا أجمعين يا رب احسن ختامنا أجمعين يا رب احسن ختامنا أجمعين يا رب احفظ مصرنا الحبيبة يا رب احفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء قلب بين قروب المصريين اجمعهم على قلب الرجل الواحد اللهم صب الخير على أهل مصر صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين أغث إخوانا في سوريا يا رب إنهم جواع فأطعمهم حفاتوا فأحملهم عراتوا فاكسهم مرضى فداويهم مغلوبون فانتصر لهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين يا رب العالمين لا تفض هذا المجلس إلا بذنب المخفور وعمل المخفور وتجارة لن تبور وتجارة لن تبور فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين نجح طلاب المسلمين زوج بنات المسلمين استر أعراض المسلمين يا رب العالمين اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا أجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى واسترنا يا أرحم الراحمين في الدنيا والآخرة وأتمم لنا اللزة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وصلى الله عن نبينا محمد وعلى ليه وصحابه وسلم والجزاء الله خير ألف شكر جيخ محمود ربنا يكرمك وينفع بك دايما أنا بشكرك جدا جدا لحلائتنا النهاردة من بوضوح بشكركم جدا جدا تصبح على خير موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة